لو هنيجي متكلم عن ترشيد الاستهلاك في أمريكا مثلا بدأوا في سياسة ترشيد الاستهلاك بشكل عام في الأكل يقللوا شوية من الأكل برة يركب موصلات جمعية أوتوبيسات ويقللوا شوية من استدام سياراتهم الخاصة إحنا هنا ممكن نرشد الاستهلاك إزاي؟ إحنا لازم يعني بشكل كبير جدا يبقى عندنا فكرة ترتيب الأعمال إحنا عندنا مشكلة في سلوكنا الاستهلاكي وده مش مشكلة من دلوقتي لا إحنا عندنا مشكلة فيها من عقود كثيرة جدا ويمكن حتى يمكن في شهر رمضان الكريم إحنا يعني ده موضوع يعني بالزبط إحنا عافين يعني عندنا كتير من السلبيات ودي حاجات يعني تورصناها للأسف الشديد منحاول نغير منها لكن لغاية دلوقتي ما نقدرش نقول إن إحنا غيرنا فيها بالشكل كبير لغاية دلوقتي المواطر المصري للأسف الشديد مش عايف إن هو يتعامل مع أزمة كبيرة بيمر بيها العالم مرتبطة هل عدم شعورنا بالأزمة مرتبط بمسألة ترشيد الاستهلاك لإنه إحنا سواء في أزمة كورونا أو دلوقتي منزلناش دورنا على سلعة لأنها مش موجودة آه ممكن يكون في غلب الأسعار لكن يعني الدولة بتتحكم في مسألة العرض والطلب إلى حد كبير يمكن عشان إحنا يعني ما حصلش عندنا زي ما شوفنا في دول تانية نزلنا ندور على السلعة لأنها مش موجودة طيب خلينا نقول طبعا الحكومة والدولة قدرت إن هي بشكل كبير توفى كافة السلعة والخدمات مش بكاعة على الأزمة دي وحتى يمكن في أزمات سابق لكن فكرة إن المواطن ما شعرش أو ما حسش بيه ارتفاعات الأسعار لا ما فيش مواطن في مصر مهما كان مستوى داخله ما حسش إن فيه ارتفاعات بتادي تبقى موجودة في السلعة والخدمات لكن للأسف لا طبعا حسينا بارتفاع الأسعار أنا بس أتكلم عنه إنه إحنا لقينا السلعة لقينا السلعة بس هي الفكرة كلها إن السلوك الاستهلاكي الخاطئ بيضغى على حتى ارتفاعات أسعار بمعنى إيه إن رغاية اللحظة دي؟ لا إحنا نشوف إن الناس ما غيرتش بشكل كبير في سلوكها الاستهلاكي فكرة إن أنا هو أنا محتاج دلوقتي إننا أغير التليفون ولا مش محتاجه وأنا محتاج أسافر دلوقتي ولا مش محتاجه ومحتاج أن أعمل عزومات ولا مش محتاج دي أمور لازم إحنا نبتدي غاية فيها الناس اللي بتبتدي تفكر في تغيير العربية أنا على فكرة حديثي عن محدود الدخل ومتوسط الدخل أصحاب الدخول المتفعة يفعلوا ما يشاءوا يعني مش هو دوت موضوعنا وعلى فكرة بالزبط مش في مصر في العالم كله أصحاب الدخول المتفعة دولة عندهمش المشكلة لكن إحنا لما بنوجه كلامنا إحنا بنكلم الطبقة المتوسطة وبنكلم محدود الدخل إزاي أن أنت في الوقت ده والتراتب أولوياتك لأن لازم تبعي في أن الأزمة دي مش بتاعت شهر وشهرين وتلاتة هم نتكلم للفترات طويلة وبالتالي لو أنت دغطت دلوقتي نفسك فيه أقصات وديون وابتديت أن أنت تضغط ميزانيتك ده هيقصر عليك بعد كده في حاجات تانية مهمة ممكن أن أنت تصدم يعني المقبل على شراء أي حاجة دلوقتي هتتطلب أقصات بفوايد أو أنه مثلا بيخطط لحاجة فيبتدي فيها دلوقتي لا يستنى فكرة كلها لازم تبقى مفرق ما بين سلعة أساسية وسلعة كمالية أنت دلوقتي في السلعة الأساسية دي ما حد الشي يقدر يستغنى عنها احنا بنكلم على أكل وشرب بس دي حاجات أساسيات لكن لما بنجي نتكلم على سلعة كمالية أو سلعة ممكن يكون فيها نوع من أنواع الطرفية لازم تعيد أولوياتك فيها ولازم تعيد التفكير فيها مرة أخرى أعتقد حتى في الأكل والشربة محتاجين طرشيد استهلاك كبير أكيد عملية الهدف حتى ذاتها أكيد يعني دي مش مطلوبة لكن إحنا بنكلم على فكرة إحنا بنكلم على احتياجات القصة أن هي طبعا يكون فيها نوع من أنواع الطرشيد ويكون فيها عقلانية في عملية الشراء ترجمة نانسي قنقر